صيد الصادق المهدي ليس رجلا عادياً صيد الصادق المهدي في نظر كثير من السودانيين هو آخر رئيس حكومة شرعي في السودان لأنه هو الرئيس المنتخب حتى عام تسعة وتمانين بعد حتى عندما جاء الإنقلاب الإسلاميين في الخرطوب وبالتالي شرعية لا يناقش فيها أحد صيد الصادق المهدي وصل إلى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع وليس عن طريق الدبابات وبالتالي حتى لو نختلف أو نتفق معه أخرى تتعلق بالعلاقات المصرية السودانية قد تكون أملت على القاهرة أو دفعتها إلى هذه الخطوة سأطرح هذه النقطة معك سيد الحاجبريل ومع السيد أشرف العشري في القاهرة بعد هذا الفاصل نكون معكم مشاهدين بعد قليل والمزيد في شأن قضية الصادق المهدي ومنعه من دخول القاهرة أتابع مشاهدين هذه الحلقة من ساعة حرة سيدة الحاجبريل في الرباط أعود إليك هل لديك قراءة أخرى متعلقة بالأسباب الفعلية التي يمكن أن تكون وراء تشدد القاهرة حيال الصادق المهدي بعد ذهابه إلى مؤتمر المعارضة يعني من المعروف أن هناك قضايا على السيد المهدي في الخرطوم وبعض الاتهامات تصل بعقوبتها إلى الإعدام والقاهرة ترتب علاقاتها مع الخرطوم وبالتالي يقول البعض أن من حقها ألا تعطي مجالا لتحرك سياسي واسع على هذا المستوى الدولي لشخصية قد تثير القلق مع دولة جارة أستاذ حسين في الدول العربية أنا أعتقد بأن مسألة اللجوء السياسي أو أن يكون هناك لاجئا في دولة ما لا توجد أي ضمانات عندما تتوتر العلاقات بين الدول العربية بعضها بعضا تحتضن الجهات المعارضة في كل دولة وعندما تعود هذه العلاقات سواء للإنفراج أو في طريقة الإنفراج كل دولة عربية نظرا لغيابة ديمقراطية لغيابة الحريات ممكن أن تضحي بأي لاجئ حتى ولو كان في وزن شخص مثل الصادق المهدي إلا هو الذي يعتبر رئيسا شرعيا ولكنه ليست عنده صفة لاجئ سياسي هو ربما منفأ اختياري موجود في القاهرة منذ سنوات يذهب ويعود يتنقل بينه وبين الخرطوم وعواصم أخرى ليس هناك صفة اضطهادية لكلمة لاجئ أنا أعتقد بأن السيد الصادق موجود في القاهرة بسبب انعدام الحريات وانعدام الديمقراطية وانعدام حقوق الإنسان في السودان هذا هو السبب يمكن أن لا نسميه لاجئ سياسي ولكن الصادق المهدي في النهاية رئيس حكومة شرعية منتخبة وقع ضدها انقلاب ويقيم بهذه الصفة باعتباره رئيس لحزب شرعي موجود وله امتدادات في السودان وبالتالي لا يفترض أن لا نقف عند تصنيفات خاصة إذا كانت تصنيفات ضيقة صادق المهدي موجود في القاهرة لأنه لم يجد حرية في بلاده لم يجد وضع كما هو شأن كثير من المعارضين أنا قلت بأن تتفق أو تختلف مع السيد الصادق ولكن في النهاية طيب برأيك بشكل مباشر سيد طلح جبريل بعبارة سريعة لماذا تشددت القاهرة معه في هذه المسألة ربما لأنه تريد أن تحسين علاقاتها مع الخرطوم وهذا هو الثمن هذا استنتاجي أنا ليست لدي معلومات لأن القاهرة إلى الآن لم تصدر أي توضيحات بسبب إبعاد أو على الأقل منع السيد الصادق من دخول القاهرة وبالتالي انتقاله حسب معلوماتي إلى الإمارات ربما لهذا السبب يعني لا يوجد هناك اجتهاد خارج هذا السياق علاقات تتوتر علاقات تنفرج ربما الآن في طريق الانفراج وبالتالي شيء طبيعي أن الدول تضحي بالسياسيين الذين يوجدون على أراضيها وهذا يحدث في جميع الدول العربية وليس فقط في مصر ترجمة نانسي قنقر